موسيقى السلام عليكم ومسائل خيرات انا قلت هبعد عن السياسة انا يا عم اجيب سجار وادخن وبتاع وملش علاقة بالسياسة وهتكلم في قصص تانية هتكلم في الفن وانا ماشي في المترو في اوروبا لقيت اعلان لفيلم موجود وناس لبسة جبة وافطان وفيه ناس من الازهر قلت ايه الموضوع ده توقفت عن الموضوع شفت ده الصورة دي اللي هطلعها لو حضراتكو دي ده ترجمته هو موجود طبعا في كل دول اوروبا يعرض الفيلم في بريطانيا في فرنسا في سويسرا في المانيا في اغلب الدول الاوروبية اسمه صبي من الجنة او فتى من الجنة ده اخراج طارق صالح طارق صالح مخرج مصري سويدي اصوله مصرية لكن عايش في السويد عمل عمل قبل كده مع مخرج بالشراكة مع مخرج مشهور عن جوانتانمو وعن قصة حقيقية لأحد رواية جوانتانمو انا اتكلمتوكو قبل كده عن سجن جوانتانمو عملنا حلقات كتير عن مذكرات مهمة اتكتبت عن هذا السجن الامريكي اللي موجود في جزيرة في كوبا وعمل بعدها دنايل هيلتون انسيدنت اللي هو جريمة على النيل وده خد منه قصة هشام طلعت مصطفى او تفاصيل جريمة على النيل جريمة على النيل بيتكلم عن قصص الفساد بين زباط الدخلية وزباط الشرطة زباط قصد الشرطة يعني وعلاقتهم بالامن الوطني وعلاقتهم بالدولة المصرية وعلاقتهم برجال الاعمال وبتحدث جريمة قتل في النيل هيلتون او في فندق النيل هيلتون صوروا في 2015 في القاهرة ومنع من التصوير طريق صالح ومشوه وبعد ما نزل الفيلم ما دخلوش مصري تاني وانا قلت وقتها ان في تفاصيل من رواية كنت كاتبها اسمها هيلتون 2009-2010 نزلت طبعة عدة طبعات وفيها من ما علي ناسبكم مننا بعد كده شفنا فتى من الجنة ايه بقى موضوع فتى من الجنة وايه القصة اللي اخد عليها جايزة احسن سيناريو في مهرجان كان يعني مهرجان كان مع ان السيناريو مش عاجبني بس مبيديش جايزة لأي حد طيب هنا بيتكلم عن الفيلم طبعا النيل هيلتون او جريمة عن نيل هيلتون كانت عن فساد الشرطة قبل ثورة يناير هنا قلتوك مش هتكلم سياسة خاصة ولا هجي بزيرت السياسة اه ادم بطل الفيلم توفيق برهوم طبعا ابطال الفيلم توفيق برهوم وفارس فارس ومحمد بكري وعمر مسعد وايمن في كيحل حقيقة ان اللهجة المصرية عندها مشكلة في هذا العمل وانه اللهجة بتاعت ابطال العمل مش اللهجة المصرية المتعودين عليها كمان التصوير هو مقدرش يصور في مصر فصوره في شوارع تركيا متصور الفيلم في شوارع مدينة اسطنبول في تركيا وميكروبازات على انها ميكروبازات عتبة عتبة رامسيس جيزة منها بتاعت مصر يعني ايه بقى موضوع عمنا ادم بطل الفيلم اللي هو عملت دور توفيق برهوم ادم ابن صياد من الريف يلتحق بالازهر الشريف ويبقى طالب يدرس في جامعة الازهر الشريف تمام وفجأة يرى بام عينيه موت شيخ الازهر شيخ الازهر يموت قدامه ويدور صراع بين الامن الوطني والمؤسسة الدينية وبيقول الفيلم ان الامن الوطني يسيطر على المؤسسة الدينية انتم مش هتكلم سياسة انا متكلم فن وطول الفيلم صور الزعيم السيسي في كل مكان في كل حارة في كل شارع في كل حتة ويجي مشهد غريب عجيب ظابط الامن الوطني مع الشاب قاعدين فيه مبنى الامن الوطني فبيتخنوا فيقولوا ما ينفعش مصر يبقى فائلة هين هو اله واحد بس ويشاول صورة السيسي وده بيعطي دلالة واضحة طبعا على حكم الاله او حكم الدكتاتورية او حكم الاستبداد ده الفيلم بقولت انا هتكلم فن تمام الكارثة الاكبر انه بيبقى لك كيف يتم تجنيد عملاء من الازهر الشريف يتم الضغط على الشاب ده وانه هيلفق له جرائم وانه هو بيشتغل مع ارهاب ويشتغل مع جرائم ارهابية وضد امن الدولة وضد امن الوطن فيطلب منه انه يعمل ايه يطلب منه انه يتجسس على زميله يقوم بدور مخابراتي ضد مؤسسة الازهر وبيبقى لك ازاي هما يفرضوا الشيخ في واحد شيخ من الازهر الازهر عايز يرشعه علماء الازهر مقتنعين به وجايفينه راجل كويس فالامن الوطني قرر تصفيته او قتله على شام يفض المكان او يبقى المكان شاغر بتاع منصب شيخ الازهر للرجل اللي عايزه الامن الوطني او اختيار الامن الوطني ما ينفعش يبقى حد تاني غير الامن الوطني طبعا احنا عارفين موضوع الشيخ الازهر ده ما ينفعين انت عارفين عايز اقولك ايه يعني ما علينا المهم انه موضوع الشيخ الازهر ده ما ينفعش ياتشال ما ينفعش ياتعزل ما ينفعش يمكن اخر حاجة من اهم الخضر حسين وامجمر عبد الناصر لما اقيل الشيخ الازهر لكن تقريبا من 57 لحد النهاردة بيفضل شيخ الازهر في منصبه لحد ما يموت شوفنا جاد الحق علي جاد الحق وسيد تنتاوي والشيخ احمد الطيب اللي موجود دلوقتي فهنا طبعا الشاب لما يجي من الريف آدم يشوف واقع الحياة واقع القاهرة وأضواء العاصمة وتبهره هذه العاصمة وتبهره أضواءها وبعد كده هو الريف اللي جي القاهرة يعني وبعد كده يشوف الصراع بين الأزهر وبين الأمن الوطني في كل مكان في كل شارع في كل حارة صور موجودة للسيسي موجودة لدور السيسي والانتخابات وتتذكروا جملة أتعبتني يا فضلت الإمام تتعبتني يا فضلت الإمام اللي بيقولها السيسي طبعا هنا تداخل الدين والسياسة في هذا العمل وهي محاولة أنه يقال أنه الدين المجتمع السياسة بيدرها في مصر الأمن واللي بيسيطر عليها الأمن الحقيقة أنه أنا طبعا الفيلم مش هتزع في مصر أكيد ولاني بس في مصر معرفش ينزل على نتفليكس أو على شبكات تزيعوا أو ينزل على اليوتيوب ولا لا لكن الفيلم أنا عجبني الحدوتة لكن السيناريو ضعيف السيناريو مهلل السيناريو مش مترابط السيناريو لو عايز حتى يضرب في السياسة أو عايز يعمل صراع فيه صراع طبعا صراع حقيقي وصراع وجودي بين السلطة والمؤسسة الدينية وده موجود طوال الوقت لكن السيناريو لم يستطع أنه يكشف هذا الصراع الحقيقي ليه لم يكشفوش؟ لأنه هو بيقول أنه استعان برواية الواردة رواية الواردة موجودة عندي هنا هستدول لكم عليها رواية ليمبرتو إيكم رواية مشهورة جدا عن الصراع في دير بتدور الحياة في دير والرواية بتدور كلها في الدير فهو نقل الدير للأزهر والصراع الأمني اللي موجود فيها طبعا الأحزاب الدينية اللي بيدور حواليها الموضوع والحياة الاجتماعية في مصر مش دي الحياة اللي احنا معتدينها في السينما يمكن هو الفيلم زي ده كان عايز عاطف الطيب كان عايز كمال الشيخ حتى لواء الإحسان اللي بيعمل كوميديو وبيعمل درامي يعني عايز حد عالي الشريف عرفة عايز مروان حامد بن وحيد حامد اللي هو عمل عمارتي عقبيان وعمل قصة عن يوسف إدريس بدأ بها شغل وعايز ناس تشتغل انت يعني يا جماعة أكيد وصل لك أنا عايزة وليه بس هو في الآخر عمل سينمائي عالمي عن مصر وعن مؤسسة الأزهر وعن جهاز أمن الدولة أو الأمن الوطني في مصر بس لابس بدلة لابس كرافات لابس يعني يعني عارف لما تروح كده تتجيب واحد من الأزهر وتلبسه جوتش وبالانسياجة وتلبسه حاجات كده فرانجي لمس مش ده يعني مش ده الأزهر مش ده مؤسسة الأزهر ولا تجهاز الأمن الوطني بالمناسبة يعني هو مش عارف يعبر عن القمع أو الدكتاتورية أو الأشكال اللي موجودة حاول طارق صالح طول الوقت من خلال أعماله اللي بيعملها بيحاول يلاقي فيها بعد سياسي والحقيقة أنه هو نجح في إثارة الجدل نجح في أنه يحصل على جائزة أفضل سيناريو من مهرجان كان نجح أنه يقدم علاقة المصريين بالأزهر علاقة الشعب أو الناس الغلابة بالأزهر نجح فيها في الموضوع ده وبيقول طبعا منصب لا يستطيع أي حاكم تغييره ده 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 معروف هذا عمل ملفت عن مصر إذا تكلمنا عن صورة مصر العام هو مهين لصورة الدولة المصرية إذا تكلمنا عن أنه عايز يعمل فيلم بمقاييس أفلام هوليوود أو الأفلام العالمية فهو حاول يعمل ده لكن الفيلم سوف يثير جدل كبير جدا حين تقرر إحدى الدول العربية أو بعض الدول العربية تعرضوا فيها أو تعرضوا انتفليكس أو تعرضوا شبكات أو مواقع على الانترنت أو يطلطش فيه جبستو يعملوه وينزلوه فهيعمل ألأ كبير لكن الحقيقة إنه هو عمل مهم جدا طيب ليه العمل ده تعامل من برا لأنه مفيش مناخ للحرية أنت بتفتحكه طول محضرتك مش مدي مساحة كبيرة لحرية الصحافة لحرية الكلمة لحرية الكتابة لحرية الفنة تعمل أعمال من برا تسيق إليك الأفضل إنك تفتح المساحة وتفضل وتفتح المكان إن الناس تعمل أعمال تعمل انتقادات شفت خالد صالح في فبراير لسود كان بيتكلم إزاي عن أمن الدولة وعن المخابرات وعن النيابة وعن رئاسة الجمهورية وعن السلطة هل فيلم زي خالد صالح نجح الله يرحمه يعني وعمل دورها شفت عمارة يعقبيام والمساحة بتاعت وحيد حامد والشغل اللي آخي في يوم من الأيام يعني نجيب محفوظ كان لي علاقة بالرقابة والكلام ده يعني المبدعين المصريين فيها مصر فيها مبدعين كبار لكن طول وفيه إغلاق على الكتابة أو الكلام أو تقدم النصوص أعمال من بره زي دي تهين الدولة المصرية وتشوهها وتحاول تقدم دور لا يقبله أي مصري لا يقبله أي مصري ليس لأنه مليء بالأكاذيب بالعكس هناك صراع بين الأزهر وبين الأمن الوطني وبين مؤسسات الدولة السيادية معروفة طبعا يعني لكن إن الصورة تتقدم بالشكل ده وبشكل مش صحيح شكل خزعبلي شكل يتقدم به كان الأفضل لو سمح للمخرج ده أن يعمل الشغل ده جوه مصر ويعرض في العالم في الآخر كنت هتاخد يعني سوكسيزة ما بيقوله لكن نعمل إيه آدي اللي صار وآدي اللي كان وآدي اللي جرى أشكركم أنا أتكلمت السياسة أنا أتكلمت عن عمل فني اسمه صبي من الجنة إخراج طارق صالح عمل سينمائي مهم أنه يتشاف رغم اعتراضي على السيناريو لكن العمل سينمائي حقيقي فيه صورة فيه كدرات فيه تصوير حلو فيه إخراج بديعي الحقيقة فيه أداء رغم ممثلين مش بيمثلهم يعني مش اللهجة المصرية اللي إحنا عارفينها لكن عمل وعمل بجد يستحق المشاهدة شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة